السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بدي اليوم أن نتكلم عن أحد الصحابة لكن موضوع حلقة اليوم لما جرى صباح هذا اليوم من خبر مقاطعة دول خليج لدولة قطر وكذلك ليبيا وكذلك اليمن وكذلك مصر وكذلك جزر المالديف قامت بمقاطعة دولة قطر بداية الذي جرى مؤسف لا ننكر هذا نحن كأمة عربية أمة متلاحمة أمة تجمعنا قبلة واحدة أمة يجمعنا دين واحد مصير مشترك نحن أمة عربية مصيرنا مشترك لا قدر الله لو جرى شيء في الإمارات سنلجأ للمملكة جيراننا وعوننا وسندنا وأهلنا وإخواننا هذا مصير مشترك لو لا قدر الله جرى شيء في قطر سيأتي الشعب القطر يلجأ للمملكة للإمارات في الكويت سيلجأ الشعب الكويت للسعودية للمملكة للإمارات مصير واحد نحن أمة واحدة مشتركة نحن من بعضنا لبعضنا على بعضنا أن تكون القلوب رحيمة لما جرى في وطن العربي الثورات المصري ذهب للسعودية السوري ذهب لدول الخليج ومنهم اللجأ مصير واحد أمة واحدة نحن أمة عربية واحدة فلهذا الذي جرى في قطر نعم مؤسف لكن لا بد منه هذه رسالة للشعب القطري أنتم أهلنا وإخواننا وأنتم عشيرتنا والله لا ينتقص منكم أحد ولكن نحن نتكلم عن سياسة قطر يجب أن نفرق يجب نحن الآن كأمة إسلامية أن نفرق بين الشعب وبين سياسة قطر نحن لا نتكلم عن شعب قطر معاذ الله أهلنا وحسبنا وعزوتنا لكن نتكلم عن السياسة التي مارستها قطر قطر ماذا فعلت حتى نكون على بينا لماذا لجأت دول الخليج لمقاطعة قطر لماذا حفاظا على الأمن القوم الوطني من داخلهم أصبحت قطر بسياستها بؤرة للإرهابيين أي أحد يجتم دول الخليج تعال عندنا أي أحد في لندن في أمريكا يجد الدول الخليج الجزيرة تتسلط عليه هي نعم وما رأيك في كذا تبرزه إعلاميا أي أحد يجتم المملكة الجزيرة تدعمه إعلاميا تعالوا خرش تكلم وتصبح الرأي والرأي الآخر لكن ليس رأي آخر الرأي والرأي نفسه ضد الآخر أي أحد أي فتنة تحصل لا قدر الله في أي دولة عربية تجد قنوات الجزيرة مظاهرة كم تسلطت قناة الجزيرة بإعلامها على المملكة على الإمارات وآخرها تسريبات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة أخونا وصديقنا تسلطت وكانت التسريبات شيء مشرف والله العظيم كانت شيء مشرف نحن في العلن كدولة الإمارات كما نحن في الباطن لا نملك وجهين نحن بوجه واحد كسياسة قطر أكثر من وجه سياسة قطر تذكرون حادثة سحب السفراء قطر نرجع حين أصحاب وكذا رجعوا السفراء والأمور طيبة تلتزم بالشروط هنا نلتزم بالشروط رجع السفراء وما رأينا من وعود قطر شيء ما زالت تأولي إرهابيين عندها مكتب لطالبان عندها مكتب للإخوان المسلمين دعم الداعش دعمت الحوثيين وش هذا؟ بؤرة الإرهاب أنت جمعتي أنت أصبحت خلية سرطانية بسبب سياستك ضد الأمة العربية ضد الخليج الحوثيون من المؤسف أن نعلم أن سياسة قطر كانت تدعم الحوثيين شيء مخزي هل تعلم في آخر ما أصدرته عندنا الوزارة الخارجية أن قطر كانت تدعم الحوثيين حتى بعد عاصفة الحزن وقتل أبناؤنا قتل أبناؤنا بدعمهم أبناء الإمارات قتلوا بدعمهم أليس شيء مخزي الذي يجري؟ لهذا كان حفاظا على أمننا واستقرارنا أن نقول لا أنت لوحدك ويكفي عيبا بسياسة قطر أول من وقف معها إيران يكفيها عيبا أن سياستها معوجة ولا حياء فيها أول من وقفت معها إيران أول من وقفت معها لا تأتي وتقول والله هذا ليس من مصلحة الخليج وتفريق الخليج وتفريق الوضع بل من مصلحة الخليج أن يؤدى بالعاق من مصلحة الخليج أن يؤدى بكل عاقل الخليج من مصلحة الخليج لأنها حاولت أن تشق الصف السعودي نعم سياسة قطر حاولت أن تشق الصف السعودي في الخفاء وفي العلن حاولت أن تدعم كل الإخوان المسلمين داخل دولة الإمارات حاولت أن تثير الفتنة أيضا في الأردن حاولت أن تثير الفتنة حتى في مصر حاولت وأثارت الفتنة في ليبيا ليبيا ضحية قناة الجزيرة وإعلام قطر لهذا نشكر ليبيا على الخطوة الجميلة التي وافقت معها مجلس التعاون الخليجي أو دول التعاون الخليجي حاولت أن تشق الصف أيضا في الجزائر حاولت أن تشق الصف أيضا في المغرب ماذا تريد قطر سؤال نفرضه ماذا تريدون أنتم أول حاجة تعترفون باليهود مكتب ممثل اليهود وبنفس الوقت تدعمون حماس ما هذا التناقض أنتم مع اليهود ومع حماس أنتم مع الخليج ومع إيران ما هذا التناقض أنتم والله مع ولاة الأمر وضد ولاة الأمر اجعل لكم وجه اجعلوا لكم وجه لذا حنا لما نقول نقول دائما نحن مع ولاة أمرنا أينما حلوا وارتحلوا لو أمرونا ولاة أمرنا أن نقطع أيدينا اليمنى لقطعناها نحن مع ولاة أمورنا الذي يريد ببلادنا خيرا فمرحبا وأهلا وسهلا به أنت منا ونحن منك والذي يريد في بلادنا ومن بلادنا شرة أنت عدونا ولو كنت من ظهرنا ومن أصلابنا لهذا الذي يجري الآن إنما هو عملية تأديب كونوا مع ولاة أمركم لا أحد يقول نحن لا نرضى نعم شعبنا واحد والخليج واحد وسيبقى واحد رغم أنفنا هذا الشيء مصير واحد لكن من يضع يده بيد المجوس هنا يجب أن نقول له إما أن تبقى مع المجوس أو تقطع يدك من يضع يده بيد إيران نحن الآن في أكثر نقطة حرجة في هذا الزمن مع إيران أكثر نقطة حرجة مع إيران فيأتي تتحالف سياسة قطر مع إيران ويخرج أيضا كم اتفاق وقعت قطر مع مجلس دول التعاون الخليجي وكم اتفاق نقضت قطر كم اتفاق نقضت قطر لهذا الذي نحن مع ولاة أمرنا ما اتخذوه فنحن معهم ونحن مع السياسة خارجية في دولة الإمارات والداخلية ومع ولاة أمورنا حفظهم الله ونحن مع المملكة نحن مع المملكة وأمن المملكة من أمن بلادنا قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله قال أمن السعودية من أمن الإمارات ولو أن نعطيهم ولو أن نعطيهم لحم أكتافنا علينا أن نحافظ على أمن المملكة هذا قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لأن المملكة هي قلب الخليج وعاصمة الخليج وحصن الخليج فأنت تأتي بسياستك يا قطر تريد التحريض عليها وبث الفتنة فيها وتشويش على الناس بإعلامك ماذا استفدنا من قناة الجزيرة أنا أتساءل الآن أتساءل ماذا استفدنا من قناة الجزيرة تسلط على كل دول ماذا استفدنا منها لماذا قناة الجزيرة تسلط على دول العالم وتنسى الفساد الذي عندها ماذا استفدنا من قناة الجزيرة ومن تحريضها من الذي يعمل فيها ومن وراءها يجب أن نتساءل وكانت فكرة الجزيرة لم تكن ضخمة طيلة حياتها وضيعة لكن صمت الإعلام عندنا حياء من قطر لأنه صراحة أقولها على الهواء والله العظيم الله يحفظ ولاة أمور نفسهم طويل نفسهم طويل ملك سلمان حفظه الله كم سنة نفسه طويل على سياسة قطر شيخ محمد بن زايد صاحب السمو الشيخ خليفة نفسهم طويل حاكم البحرين الله يحفظه مملكة البحرين نفسه طويل تصور أنت هذا التسليط عليهم ماذا استفدنا منهم من قناة الجزيرة ماذا استفدنا اسأل نفسك لم تكن قناة الجزيرة عظيمة وإنما كان حياء من إعلام الدول الخليجية خلاص ما تتكلمون عن سياسة قطر حياء كم سنة صمت إعلام الإمارات كم سنة صمت إعلام المملكة كم سنة صمت إعلام البحرين كم سنة صمت ترى حياء للأهلنا قطر حينما نتكلم عليكم والجزيرة تضرب حينما نريد أن نتكلم عليكم والجزيرة تضرب حينما نريد أن نتكلم عليكم والجزيرة تضرب وتستضيف كل المعارضين المتشقين تستضيف كل الخوانة في قناتها فلما اشتد الأمر تعال تسلطت عليه العربية وسكا نيوز وضعتها في الزاوية وإعلام بوظبي علوم الدار علوم الدار كم نشره وكم تقرير وضعت قناة الجزيرة في الزاوية العربية نشره وتقرير وضعت قناة الجزيرة في الزاوية الحارجة سكا نيوز وضعت قناة الجزيرة في الزاوية المخزية الحارجة كان علامنا مؤدب كانوا ولاة أمورنا أصعاب صبر عظيم على ما تفعله سياسة قطر فلما طفح الكيل ولم ينفع خصوصا في آخر اجتماع وعطى الوعود والوعود قطر خلاص نحن معكم نقضى الاجتماع نحن مع كذا ونحن مع كذا ونحن نقول قطر دعمت كل إرهابي سياسة قطر قطر دعمت الإرهابيين دعمت الحوثيين قطر دعمت داعش سياسة قطر دعمت داعش نعم وأنا أقولها على قناة حكومية قطر دعمت داعش ومينشاة داعش ودعمت حزب الله قطر ودعمت الحجد الشعبي لا يوجد شيء إرهابي يسفك الدم إلا وراءه سياسة قطر بدعمها ماليا فمن حقنا كدول عربية لا نريد أن نتعامل معكم أنتم لم تجعلوا للصلح مكانه وأنا لا أتكلم عن شعبي قطر شعب قطر عزيز مكرم حبيب شعب قطر مننا ونحن منه ما أحد يستطيع أن ينكر هذا لكن نحن نتكلم عن سياسة نرفضها ونمقطها ونبغضها أيضا لا نريد شق الصف الخليجي من أجل عيون إيران ومن أجل الإرهاب ومن أجل الإرهاب لهذا نقول نسأل الله عز وجل أن يهدي سياسة قطر لتعود لرجدها وسأل الله عز وجل أن يهدي سياسة قطر حتى تعود لللحمة الخليجية يحزننا ما جره والله العظيم يحزننا ولا يوجد أحد يرضى بما جره لكن آخر العلاج الكي آخر علاج أمتي قال صلى الله عليه وسلم الكي فالكي يحرق الجلد لكنه يزيل الوجع يزيل الوجع لهذا نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى رشدهم ردا جميلة وأن يرجعوا للصف العربي من باع إخوانه العرب باعه المجوس من باع إخوانه العرب من أجل عيون المجوس المجوس ستبيعه بسوق النخاسة فالحذر الحذر ليس لك إلا اللحمة العربية وليس لك إلا الشعب العربي الشعب العربي لا قدر الله لو حصلت فتنة سيفزع لك أول من درع الجزيرة قوات درع ستفزع لك لتحافظ على بلادك لكن المجوس لن يفزع لك والدليل انظر ماذا فعلوا بالشام انظر ماذا فعلوا في العراق لن ينفعك إلا العربي الأصيل ابن الجزيرة ابن العروبة صاح أنت وياه في قبلة واحدة وعلى دين واحد وعلى لغة واحدة فارجعوا إلى رشدكم أسأل الله عز وجل لي ولكم توفيق والسداد هذا ملخص أحببت أن أصله للشعب الغالي القطري وأحببت أن أوضح لماذا من الذي جرى بسبب سياسة سياسة الغدر القطرية التي الشعب القطري جله يتبرأ من هذه السياسة حياكم بياكم في برنامجكم من رحيق الإيمان وسيم يوسف أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر